نتحدث عن هذه الحرب الدموية المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة نتحدث عن أبعادها السياسية أبعادها الاجتماعية الثقافية وحتى الدينية أرحب ضيفي الكريم معنا هنا في الاستيديو الكاتب والمفكر الدكتور محمود الفطافط أهلا بك معنا الدكتور أهلا 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 للجميع أهلا لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذي يسطر أعبق وأعمق وأعرق ملحمة تاريخية في هذا العصر الحديث باسم الشهداء وباسم أرض الإسراء حتما وقسما سننتصر على قتلة الأنبياء نعم دكتور نتحدث عن 161 يوما 161 يوم على هذه الحرب حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة أكثر من 32 ألف شهيد أكثر من 100 ألف جريح وألاف المفقودين ومئات الألاف من النازحين والمنكوبين إذا ما تحدثنا بداية عن هذه الحرب تأثيراتها على الجانب الإسرائيلي نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي نتحدث عن التأثيرات التاريخية الاجتماعية وحتى الثقافية على إسرائيل يعني باختصار هذه الحرب التي ما زالت دائرة وما زالت شريسة وما زالت مستعرة في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية هذا الاحتلال يواصل إبادته في مقابل ذلك يواصل شعبنا الفلسطيني ومقاومته يواصلون المقاومة ويواصلون الثبات ويواصلون الصمود ويواصلون أيضا اليقين بالنصر والانتصار ودائما نقول مثلما أن الشعب الفلسطيني لا يليق به إلا أن يكون في فلسطين لأن هي الحق والحقيقة له فإن الاحتلال الإسرائيلي لا مناص له إلا مناصين المناص الأول هو الفرار والمناص الثاني هو القبر أو كلاهما هذه قضية أساسية فارس جوابا على سؤالك هناك العديد من التحولات التي أحدثتها والتي ستحدث مثل هذا الطوفان أو الحرب العدوانية أو الحرب الإبادية على قطاع غزة العامل الأول طبيعة هذا الكيان هذا الكيان ليس دولة بدولة واقعة وإنما دولة أمر واقع هذا يجب التأكيد على ذلك هذه إسرائيل هذه الدولة ليست كأي دولة في هذا العالم هذه دولة مصطنعة هذه دولة مخترعة هذه دولة مختلقة وبالتالي ليست كأي دولة من الدول في المنظومة الدولية وبالتالي زوالها سهل معظم معظم النماذج الاستعمارية الكولونيالية في العالم تم القضاء عليها مثال واحد فقط أو مثالين المثال الأول فرنسا فرنسا مكثت في الجزائر 132 سنة هل بقيت؟ كلا الاستعمار الأبيض الأبرطايد في جنوب أفريقيا هل بقيت؟ مستحيل كل أنواع الاستعمار سواء كان قديما أو حديثا أو معاصرا لم يبقى وإسرائيل ليست استثناءا عن التاريخ الاستعماري هذه قضية مركزية إذن أول عامل في التحولات أنا باعتقادي طبيعة هذا الكيان هو كيان مصطنع كيان لقيط كيان مستورد وبالتالي وبالتالي لا يوجد لديه مقومات لا في الإرث ولا في التاريخ ولا في الهوية ولا في الثقافة ولا في الجغرافيا ولا في التواصل ما يجمع إسرائيل هو ما يسمى بالجناس غير المتجانسة يوجد في الكيان الصهيوني 82 جنسية من العالم عندما نقول شذاذ الأرض نعم هذا صحيح 100% وبالتالي ماذا يجمعهم يجمعهم أمرين فقط يجمعهم الحروب عندما يشعرون بأن وجودهم في خطر والعامل الثاني تجمعهم المصالح وخاصة المصالح الاقتصادية هؤلاء الذين يأتون من أفريقيا ويأتون من أمريكا اللاتينية ويأتون من أوروبا الشرقية ويأتون من أمريكا هنا وهناك نسبة كبيرة جدا جدا منهم أوضحهم الاقتصادية تكون سيئة وبالتالي هنا يأتون على المفهوم التوراتي أرض العسل واللبن ولكن المقاومة الآن أوجدتهم ليس في حوض العسل واللبن وإنما في المستنقع ومستنقع من نار هذا عامل أساسي نعم بالحديث عن هذه النقطة تحديدا دكتور وتحدثت عن نرى حتى جيش الاحتلال في معظم خطباته الأخيرة وأيضا قادة الاحتلال يركزون كثيرا على الخطبات الدينية والحديث عن التوراة وأن هذه الحرب بالنسبة لهم هي مبررة وأنه يجب قتل الفلسطينيين كبارا ونساء شيوخا ورجالا كيف تقرأ ذلك؟ نعم هذا أيضا أخرى فارس العامل الثاني مهم جدا وهو العامل الديني ماذا فعل الطوفان؟ طوفان الأقصى فعل عمل اختراق عمل تدمير إذا جاز التعبير تدمير تدريجي إذا جاز التعبير لكل الخرافات لكل السرديات لكل الروائيات اليهودية سواء كانت التاريخية أو كانت الدينية فنأتي بالجانب الديني من هو اليهودي؟ أصبح هناك تحول كبير جدا الآن يبحثون في إسرائيل في داخل إسرائيل استراتيجيين وعسكريين وأمنيين ومؤرخين أيضا من هو اليهودي؟ هناك أكثر من 60 إلى 65% من الذين يأتون إلى فلسطين من هؤلاء ليسوا بيهود أصليين وبالتالي قد يكون أبوه يهودي ولكن أمه ليست يهودية أو بالعكس وبالتالي هذا الطوفان سيعيد الكثير من هذه الاعتبارات ومن هذه الحيثيات في هذا الأمر ومن حيث الجدل هذا عام الأول اليهود قاموا في الأساس على العديد من الروايات الرواية الأولى الرواية الدينية بأن الله سبحانه وتعالى بأن الرب عطى سيدنا إبراهيم هذه الأرض هذه الأرض الموعودة هذه الأرض الوعد الإلهي سموه وبالتالي هذه أرض لهم وبالتالي نحن ضيوف عليها ضيوف غير مرغوب فيها فيهم وبالتالي يجب القضاء علينا أي نحن الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين لماذا دكتور نرى هذا التركيز على الخطاب الديني في هذه الحرب تاريخيا دولة الاحتلال في طيلة حروبها السابقة بحق الفلسطينيين كان البعد الديني ليس دائما حاضرا لكن في هذه الحرب حرب الإبادة نرى دائما هناك وكأنهم يريدون أن يبرروا هذه الجرائم باعتقادي لثلاثة أسباب السبب الأول هو قوة وضخامة وحجم الملحم الفلسطينية أو الطوفان الفلسطيني وهذه قضية مركزية وبالتالي كما أشرت سابقا أن هذه الدولة مصطنعة ليست حقيقية دولة أمر واقع وليست دولة واقع وبالتالي يريدون أن يستحضروا يريدون أن يستوردوا كل ما يثبت وفقهم يثبت بأن لهم تاريخ تاريخ ديني في هذه الأرض وبالتالي هذا العامل الأول حجم حجم الطوفان أو حجم المعركة أو حجم الضربة المؤلمة والموجعة من قبل الشعب الفلسطيني لهذا الكيان المصطنع والمختلق هذا العامل الأول العامل الثاني هناك للأسف الشديد لا يوجد وعي وإدراك كبيرين في العالم الغربي على أقل تقدير بأن هذه الدولة مصطنعة ومخترعة وبالتالي منذ البدايات والحركة الصهيونية تهتم بالبعد الديني والصهيونية المسيحية هي جزء من هذا الموضوع وبالتالي البعد الديني دائما لدى أي مجتمع لدى أي طائفة له اهتمام كبير جدا ويستطيع المرء أن يدفع نفسه ويدفع حياته من أجل الدفاع عن موروثه الديني ونصوصه الدينية حتى وإن كانت مختلقة هذا عامل مهم جدا وبالتالي أصبحت الماكينة الإعلامية والماكينة الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل وخارج إسرائيل تركز على الجانب الديني باعتباره إحدى الروايات المؤثرة في مصار الحرب أو مصار هذا القضية المهمة جدا في مصار تسويغ الإبادة ضد أهنة في قطاع غزة أن هؤلاء هذه الأرض أرض إن وفق البعد الديني اثنين هؤلاء الفلسطينيين يريدون القضاء على ما يعرف به البعد الديني اليهودي وهذا استحضار خطير جدا الأمر الثالث اختصارا نحن نتحدث فارس بسبب ضيق الوقت وبسبب اتساع الجواب والعامل الثالث أنا باعتقادي مهم جدا جدا وهو أن مثل هذه الدول المصطنعة لها دول تحميها ودول ترعاها وبالتالي تريد هذه الدولة أن تؤسس سرديات مختلقة سرديات تحاول أن يقتنع بها الآخر ليس في الداخل فقط يعني الجانب الإسرائيلي أو الجانب اليهودي وإنما الآخر وبالتالي هي توظف الجانب الديني الجانب السياسي من أجل تثبيت وتعبيد وتعبيد ما يسمى بشرعية الجانب الديني ليه أولا للاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين من جهة اثنين تسويغ وإقناع العالم الآخر بأن ما تقوم به إسرائيل ليست مجرد عبارة عن حرب أو معركة بين الطرفين متخاصمين عسكريين أو سياسيين وإنما مسألة دينية وهي تحاول وما يحدث في الأقصى في هذا الشهر شهر رمضان المبارك ومن قمع لا يمكن للعقل تصوره وغير مسبوك أنا باعتقادي هذا عام الأساسي مع التركيز على قضية مهمة جدا وهي أن الدول الاستعمارية إذا أوغلت في ضرب الجذر ضرب الجذر أو ضرب العامل الديني لأي مجتمع واقع تحت استعمارها هنا تقترب نهايتها وهذا التاريخ يؤكد لنا من خلال التجارب أو من خلال الوقاعة هذا هو البعد أنا باعتقاد الأسباب الثلاثة التي تؤدي باستحضار العامل الديني بشكل كبير جدا في هذه الحرب نعم قبل أن ننتقل إلى محور آخر أيضا في الحديث عن المجتمع الإسرائيلي هناك أيضا الحديث في الآون الأخيرة عن الهجرة المعاكسة بالنسبة لما يحدث اليوم في إسرائيل هناك الكثير من الإسرائيليين بدأوا فعلا بالخروج من إسرائيل أو التفكير في مخططاتهم بأنهم لن يكون لهم استثمارات في إسرائيل في المستقبل الحديث أيضا عن الغاء العديد من الخطط التي كانت وضعتها دولة الاحتلال بالنسبة للقادمين من خارج من العالم إلى إسرائيل وهناك الغاء لهذا المخطط مرحليا كيف أيضا تنظر لذلك فهيرس عندما بدأت الحركة الصهيونية خاصة في اجتماعها الأول 1798 ركزت على ثلاث مفردات على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي التي من شأنها أن تقوم دولة إسرائيل وقامت دولة إسرائيل على هذا الثالوث إذا جاز التعبير الأرض الأمن البشر الأرض من خلال الاستيلاء ومن خلال الاستيطان ومن خلال استغلال الموارد الأمر الثاني هو البشر من خلال استجلاب إسرائيل تقوم إسرائيل تقوم على بعدين أساسيا مهمين جدا الآن أنا باعتقادي هو عبارة عن استجلاب أكبر قدر ممكن من هؤلاء المحتلين زائد المساعدات والهبات هذو العاملين أساسيات وبالتالي بظل العامل الثلاث والمهم جدا وهو الأمن إذا تطرقنا إلى العامل الأول البشر في الشهر الأول من هذه الحرب أو هذه الإبادة أكثر من 370 ألف إسرائيلي فروا هربوا ومثلهم هذا وفق المصادر بالضبط أرقام إسرائيلية وفق المصادر إسرائيلية وقالت المصادر الإسرائيلية الرسمية الرسمية وليست الصحفية العادية والإعلامية أنه مثلهم يريد أن يغادر ولكن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية لم تعطيهم الإذن بذلك هذا عامل أول وبالتالي نحن نعلم بأن عدد المواليد في إسرائيل لا يعادل الربع أو الربع من عدد الفلسطينيين وهذا من جانب وبالتالي لا يمكن إسرائيل كما قلنا سابقا بأن إسرائيل تتنفس بالدم أيضا إسرائيل تتنفس باستجلام مثل هؤلاء المستعمرين وبالتالي أنا باعتقادي والآن هناك منع من قبل الإدارة الرسمية السياسية والعسكرية الإسرائيلية بعدم إخراج مثل هؤلاء وإلا أنا باعتقادي نسب كبير جدا سيفروا ويهربوا من فلسطين ولكن سيظهر هذا الأمر أنا باعتقادي لاحقا مستقبلا القضية المركزية فرس التي يجب أن نؤكد عليها الآن هذا الطوفان لأول مرة في تاريخ إسرائيل أفقد شيء مهم جدا وهو الأمن الشمولي الأمن الشمولي لإسرائيل الإسرائيلي ليس في فلسطين المحتلة وليس في نيويورك وليس في باريس في كل الدنيا أنا باعتقادي في كل الدنيا الإسرائيلي مهدد إما بالضعر وإما بالقتل وإما بالفرار هذه قضية المركزية يجب على الجميع أن يدركها وبالتالي فقدت إسرائيل عاملا مهما أو عنصرا أساسيا وهو عامل الأمن الشمولي سواء كان في داخل فلسطين المحتلة باعتبارها جغرافيا محتلة أو العالم باعتبار كل ما هو يهودي وكل ما هو إسرائيلي هو أصبح الآن ينظر إليه ليس فيما سبق بأنه مدني وإنما الآن هو عبارة عن سند ورفيد لمن يقتل أهن في غزة هذا بيخلينا أدفع يدفعني للسؤال عن المتغيرات الدولية يعني تحدثت عن الأمن الشمولي واليوم عنديش للعالم عن بنظر بالنسبة لإسرائيل وهي مرتكبة للجراءة بحق الأطفال والنساء والأبرياء اليوم عن بنشوف الرأي العام الدولي كمان هو يتغير بشكل مضطرد نعم لازلنا نرى بأن تغير على مستوى صناعة القرار في العالم بطيء لحد ما لكن على مستوى الشعوب هناك تغير كبير نعم مثلما فارس تحدثنا عن التحولات التي نجمت والتي ستنجم عن الإبادة في قطاع غزة أو الحرب العدوانية الإبادية على أهن في قطاع غزة أيضا هناك تحولات دولية هي كثيرة جدا ربما لضيق الوقت يعني قد لا نستطيع التطرق إليها ولكن فيما يعني ردا على سؤالك فيما يتعلق بالرأي العام العالمي الرأي العام العالمي أخذ بعدين أنا باعتقادي البعد الأول كان هناك اهتماما كبيرا جدا خاصة قبل الهدن الأولى واليتيمة وكان اهتماما كبيرا جدا لكن بعد الهدن حوالي ثلاثة أسابيع أصبح تراجع ولكن أنا باعتقادي بعد استمرارية الحرب وإطالة الحرب وحرق الجندي الأمريكي آرون بوشنيل لنفسه وهذا يعتبر أعلى درجات الفداء في التاريخ أنا باعتقادي هذا أصبح هناك تحولا دراماتيكيا وإن لم يكن سريعا ولكن سيؤثر بشكل كبير جدا مستقبلا ليس على الرأي العام الشعبي أو الفردي في أوروبا وأمريكا بالتخصيص أو بالتركيز وإنما أنا باعتقادي على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات الرسمية دائما متعارف عليه الرأي العام العالمي يأخذ ثلاث سمات أساسية السمة الأولى هي البطء في الحدث البطء في التغيير البطء في التغيير اثنين أيضا التدرج في التمدد العام للثاني التدرج في التمدد وثلاثة هو يحتاج إلى دفعة من قبل الآخرين وهذا مطلوب منا نحن أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا مؤسسات العربية أين الجامعة العربية أين السفارات العربية أين منظمة الأمم منظمة العمل الإسلامي وأيضا منظمة الحقوق الإنسان التي سقطت كثير من هذه المفاهيم لو كان وقت العالمي من يقوده هل هي مؤسسات مجتمع مدني هل أحزاب أمهم طلبت الجامعات أكاديميون كيف يعني من يحرق الرأي العام كل ذلك فارس يعني الرأي العام العالمي هو عبارة عن مؤسسات رسمية وأهلية ومدنية وبالتالي حسب الدولة إذا كانت هذه الدولة أو تلك ديمقراطية وفيها مؤسسات حرة وفيها حرية الرأي حرية التعبير حرية التفكير وبالتالي يكون الرأي العام إيش بيكون الرأي العام بشكل عام في هذه الدولة أو في ذلك المجتمع بيكون قوي إذا كان قوي بيكون إليه تأثير وين بيكون تأثير إليه في السياسات والقرارات المتعلقة بالكثير من القضايا سواء كانت المتعلقة بالسياسة الخارجية أو بالسياسة الداخلية أنا باعتقادي حرب غزة الحرب على غزة وهذه قضية لأول مرة قد نذكرها وهي أن الحرب على غزة ستعيد النظر في الكثير من محددات ومفاعل السياسة الخارجية لكثير من الدول الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع العلاقة البينية بين هذه الدولة أو تلك وإسرائيل وهذا سينجم عنه أنا باعتقادي عدة تجليات وعدة تصورات متعلقة في طبيعة دعم هذه الدول لإسرائيل وتحديدا في ثلاث مجالات سياسية وأمنية واقتصادية وحتى ثقافية وأنا باعتقادي الجانب الثقافي الذي لم يعطى ولم يمنح حقه الآن فيه كتأثير كعامل مؤثر مهم جدا عندما أصدعونا كثيرا إسرائيل ومن لف لفها بأن هذه دولة ديمقراطية دولة دولة حضارة وما شبه ذلك لا أصبحت وهي من قبل ولكن حرب غزة أظهرت بشكل أمام العالم كله وأمام من يساندها حتى إنها دولة إبادة دولة فاشية دولة نازية دولة فقط 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 لا تريد إلا القتل والمزيد من القتل إسرائيل لا تقاتل إسرائيل تقتل إسرائيل لا تقاتل إسرائيل تبطش وبالتالي هذه الدولة المصطنعة هذه الدولة المختلقة أنا باعتقادي قاب قوسيني أو أدنى ليس من زوالها يجب علينا أن نكون واقعيين وهذه دولة 76 سنة إلها وبالتالي العالم للأسف معظم الدول في العالم إما دعما مباشرا أو دعما سريا أو سكوتا والسكوت هو جزء من الدعم للعدو أو للباطل وبالتالي أنا باعتقادي هي قاب قوسيني أو أدنى من اقتراب إذا جاز التعبير هي أبديش أقول للموت وإنما الموات المتدرج الموات المتدرج لماذا؟ لأنها أوغلت بشكل كبير جدا في هذه الدماء الفلسطينية في هذه الدماء المسلمة في هذه الدماء البريئة هذه الدماء المظلومة التي إن تعطلت قوة الأرض فإن قوة السماء دائما حاضرة نعم دكتور أمام كل هذه التفاصيل وهذا المشهد نرى محاولات أو بدأت تظهر بعض المشاريع التي تطرع على أرض الواقع في قطاع غزة نتحدث عن حديث الساعة وهو موضوع الممر البحري الرصيف البحري أيضا والحديث عن أن هذا الممر سيكون مكانا لاستقبال السفن سفن المساعدات باعتبار أن إسرائيل لا تزال تضيق الخناق على المعابر وتستهدف شاحنات أيضا المساعدات هل من رأيك هذا الممر البحري الذي بدأ فعليا إنشائه على أرض الواقع هو فقط للمساعدات هذا الموضوع أنا باعتقادي فرس لا يوجد حول معلومات كثيرة جدا لا للمحللين ولا للخبراء الاستراتيجيين هذه قضية أولى القضية الثانية ويجب أن يسمح الجميع هذا قد يحتاج إلى ثلاثة إلى خمسة أشهر ولكن ليس كما يقال بأن البيضر هناك فرق ما بين البيضر وما بين الحصاد قد يكون هذا الممر هلاكا وقد لا ينشأ بسبب التحولات المفاجئة والتحولات الغامضة في علم الغيب وهذا قلنا يد الله قريب جدا جدا ويد المقاومة أيضا قريب ودائم جدا هذه قضية مركزية نقطة مهمة نذكرها إذا أردنا أن نحلل أو نربط فيما يتعلق بهذا الممر البحري العامل الأول هي قد يكون جزء منه مساعدات ولكن الخطر في هذه المساعدات بعدين البعد الأول مساعدات سياسية أمنية استخباراتية عسكرية كيف؟ مع استمرار الحرب وهنا المشكلة الخطيرة جدا أن يكون ممرا للمساعدات تسمعي مساعدات ما هي بنزلوا من الجو وهي عبارة عن كوبونات كوبونات أكفان وليس كوبونات مساعدات وبالتالي يقول للعالم ها نحن نقدم الغذاء والشراب والماء لأهل الغزة في الوقت الذي يبيدوه يعني يقتل من هنا يعني المقول المشهورة جدا أمدك بالغذاء ولكن بعد ساعة أقتلك هذه قضية مهمة جدا المسألة الثانية وهي مسألة التهجير يجب أن نكون حذرين في خوف نعم خوف وهناك تخوف يعني واقعي تخوف حقيقي لمسألة التهجير ونحن ندرك بأن إسرائيل هذه الدولة التي فشلت في تهجير أهن في غزة سواء من خلال النزوح هاي نسبة كبيرة جدا خرجوا أو نزحوا من الشمال والوسط عودوا يرجعوا لأرضهم مساكنهم بيوتهم المدمرة وأيضا نعم نعم حرق الأبدان ولا طرد من الأوطان كما يقال المثل الأفريقي أن تتساقط الحجارة على رأسي وأنا فيه داخل وطني أفضل من أن ينهال الذهب في حجري وأنا خارج وطني هذا الشعب العظيم الشعب العظيم الذي يرفع علامة النصر وهو بين قوسين هو أدنى إلى الموت أقرب إلى الموت ويقول سأبقى في وطني وأفشلت مسألة التهجير مركزي فارس أفشلت إلى العريش وأفشلت إلى سناء وغيرها وبالتالي يريدون الالتفاف على هذا العجز من خلال هذا الممر وهذا قضية مهمة جدا البعد الآخر والمهم جدا جدا فارس وهي مسألة معبر رفح الآن هناك أعتقد بأنه مقايضة بين الولايات المتحدة الأمريكي بسبب الانتخابات والضغط الأوروبي وغير ذلك على إسرائيل إذا أردتم أن تدخلوا رفح قد تدخلوها ولكم ذلك ولكن ليس الآن ولكن بما أن خوفكم الكبير جدا من معبر رفح الذي تعتقدون وهو صحيح بدخل السلاح للمقاومة من معبر رفح محور فليدلفيا محور صلاح الدين وهذا مهم جدا جدا أن هذا الممر إلغاء معبر رفح مقابل هذا الممر أو هذا الرصيف البحري وهذا قضية بحاجة إلى نقاش كبير جدا عامل آخر مهم جدا جدا عندما يكون هذا المكان قريب جدا إلى شواطع شواطع غزة والحديث قبل الحرب أصبح هناك حديث ساعة قبل الحرب حوالي شهر شهر ونص يتكلمون عن غاز غاز غزة غاز غزة وأصبح هناك بعض الاتفاقيات مع اليونان وأسرائيل وقبرص واليونان وأيضا مصر ودخلت تركيا أيضا على الخط وبالتالي هناك يعني كميات مهولة جدا بالتريليونات يقال بأنه في غزة من الغاز وبالتالي هذا عامل مهم جدا إذا كان هذا الرصيف أو هذا الممر من أجل الشحن من جهة ومن أجل الحماية هناك بعض المعلومات تقول بأن هناك ألف جندي أمريكي سيحرصون هذا الممر وهناك مستشفيات وهناك أيضا مطاعم وهناك يعني مدينة مدينة عسكرية بحرية على مساحة حوالي أكثر من ستة كيلومتر أيضا العامل مهم جدا هو إلغاء فارس وهذا قضية مهمة جدا إلغاء دور الأنروا هذا عامل مهم جدا وعندما نتحدث عن دور وإلغاء وليس تهميش دور الأنروا نتكلم عن إيش عن قضية مركزية في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين وحق العودة عامل مهم جدا أخرى إدارة حماس تهميش لدور حماس الشرطي واللوجيستي والأمني والإداري هذا عامل مهم جدا وأيضا عامل أساسي يجب أن نذكره وهي مسألة صورة الشعب الفلسطيني صورة الشعب الفلسطيني أنه هذا الشعب اللي بتقوله عنه بيقوم وبقاتل وكذا كذا بيطارد ورا كيس طحين عفي البحر وبيغرق نفسه وبموت من أجل كيس طحين لا ينظر الأمر هكذا أقولها لكل من يسمعني في هذا العالم العار كل العار للسيسي الذي الذي أكثر من 3600 شاحنة مملوئة أصبحت غير صالحة للطعام البشري على معبر رفح لم يدخلها ينظر أنت تنظر لواحد عنده أربع خمس أو ست أنفار بده يطعم أولاده بده يعمل أي شيء أي شيء بده يعمله يطعم أولاده هذا أمر عار ليس العار لمن يطارد ورا كيس طحين العار كل العار لمن يحرمه الغزة من الطعام العار كل العار لمن يضع آلاف الشاحنات وهي مملوئة دون أن تكون له إرادة أو قرار أو كرامة في إدخالها لقطاع غزة هذا عامل مهم جدا عامل آخر فارس يجب أن لا ننساه أنا باعتقادي وهو تقسيم قطاع غزة هذا القضية لم يشر إليها كثيرا جدا واليوم على أرض الواقع عم بنشوف نعم نعم هناك ما يسمى بيئة الممر البحري ثلاث خطوط ثلاثة شرايين تم فصلها في قطاع غزة بمساحة حوالي 1 كيلو على طول طول حوالي 26 كيلو متر وهذا أمر خطير جدا وبالتالي هذا الممر سيكون مشرفا إذا جاز التعبير أو قريبا قريبا هو ممر عسكري يجب على الجميع يعرفه مستحيل إسرائيل مستحيل إسرائيل أن توافق على ممر إنساني ممر بحري إنساني خاصة في هذه الظروف وإنما الهدف هو هدف عسكري بحت وإلا إذا كان للمساعدات هناك معبر رفع هناك ست معابر ست معابر تدخل على قطاع غزة وبالتالي هذا أعتقد أمر عامل آخر مهم جدا يجب أن نشير إليه أيضا وهو فك الارتبار مع غزة هذه قضية مهمة جدا فك الارتبار مع غزة إسرائيل منذ الستينيات أو السبعينيات ونعلم جميعا ماذا قال المجرم المقبور رابين عندما قال أريد أن أحلم أتمنى أن أصح يوما من النوم وقد ابتلع البحر غزة الآن يريدون أن يرموه بين الضفرين قطاع غزة إلى الإدارة المصرية وبالتالي ولكن ولكن مع الإدارة المصرية الإسرائيلية هذه القضية المهمة جدا التي تشرف على قطاع غزة أنا باعتقادي هذه العوامل الأساسية ولكن النتيجة في هذا الأمر أنا لا أستبعد بل أجزم أجزم يقينا بأن هذا الممر هذا الرصيف البحري هو عسكري بحت هدفه هو عبارة عن إيجاد خريطة أمنية جيو سياسية لإسرائيل وللمنطقة المحيطة بغزة من أجل اليوم التالي لبعد الحرب هذه القضية الأساسية وإنما جاءوا بفزاعة وخرافة المساعدات فقط كبعد إنساني يعني دعائي فقط في ختم هذا الحوار دكتور أمام كل هذه التفاصيل وهذا المشهد ما المطلوب أو كيف يمكن وقف الحرب المطلوب أربعة أشياء أنا باعتقادي العامل الأول دائما نؤكد عليها ويجب أن نؤكد عليه في هذا الشهر العظيم شهر الفتوحات شهر الانتصارات شهر الوحدة إنها الوحدة أين السلطة الفلسطينية من الوحدة أين حماس السياسية من الوحدة أين الفصائل التي ذهبت وعادت ألم تكن خجول ألم تخجل من نفسها وصلت موسكو ألم تخجل من نفسها ولكن للأسف يبدو برودة موسكو أثرت على ضميرها أقولها بكل مرارة وبكل حزن الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة خاصة في اليوم التالي للحرب هذا العامل الأول فارس العامل الثاني الوحدة قلنا اثنين المقاومة الصمود الصمود الثبات الثبات المقاومة مع الشعب هذا الشعب العظيم هذا الشعب العظيم الذي أبيد أبيد فيزيقيا ولكنه نمى ويعيش حياة النصر وحياة اليقين بالنصر نعم يموت الإنسان الحر ولكن يبقى خلوده ولكن الذليل يعيش ولكن يموت خلوده هذا العامل الثاني الشعب والمقاومة والأولى الوحدة النقطة الثانية مهمة جدا جدا وأتمنى أن تتحقق بأسرع وقت ممكن حتى يقف هذا النزيف هذه الإبادة ضد أهلنا في قطع غزة وهي مسألة وحدة الساحات التصريح الذي أدل به عبد المالك الحوثي كل الاحترام للحوثيين واليمنيين أمس عندما قال بأن مسألة هناك تحول كبير جدا سيحدث في منطقة المحيط الهندي باتجاه رأس الرجاء الصالح وبالتالي هذا سنؤثر بشكل كبير جدا ليس على الاقتصاد العالمي وإنما أيضا أخرى على الاقتصاد الإسرائيلي المباشرة لماذا؟ لأن هناك سفن كبيرة جدا لإسرائيل وأيضا لبنان وهناك أيضا تحول خلال أسبوع الماضي شاهدنا وشاهد الجميع بأن هناك تحولات دراماتيكية تأخذ أبعادا جو أستراتيجي أنا باعتقادي مستقبلية والعامل الآخر وهو المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي حتى الآن رغم الاحتجاجات بسبب الأسرة إلا أن عامل التأثير الميداني لمصير الحرب لم يقرروا بعد لماذا باعتقادي لسببين السبب الأول لأنه مجتمع احتلالي يريد أن يأخذ أسراء وتبقى هذه الإبادة قطاع غزة هذا العامل الأول والعامل الثاني لأنه لا يوجد مجتمعات وهذا سقوط أتمنى أن نتحدث يوما في لقاء بس عن الأشياء التي سقطت في هذا العالم بسبب هذه الإبادة لا يسمى باليسار الإسرائيلي أي يسار هذا أي مجتمع مدني الاحتلال هو الاحتلال كما قال الراحل الخالد فينا جميعا إدوارد سعيد وبالتالي أنا باعتقادي الوحدة المقاومة وأيضا ثبات الشعب وحدة الساحات أو توسيع وحدة الساحات نوعيا وليس عدديا وليس كميا وأيضا أنا باعتقادي أن يحدث كل هذا في كفة فارس ولكن الكفة الأساسية هي قدرة الله قدرة الله واليقين الذي أعطاني لهذه الأرض المقدسة المباركة الطاهرة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أرض لا يعمر فيها ظالم وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ونقله رسوله الأكرم والأعظم محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الله تكفل بالشامي وأهلها فنحن في كفالة الله وهل يوجد أحد كفالة الله ينهزم أو يعدم كلا فالنصر الصمود والصمود والوحدة الوحدة نعم بدأ أشكرك الدكتور محمود الفطاف طال كاتب والمفكر الفلسطيني شكرا جزيلا على هذه المشاركة شكرا لك فارس وشكرا للوطن وشركة الوطن شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة